معانا الأستاذ عبد المنعم أستاذ عبد المنعم أتمنى على حدائك أن أحلقت وقت التلفزيون وتسمعني من التلفزيون لو تكرمت الأستاذ عبد المنعم أيها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت الشيخ دلوقتي بسأل حضرتك ما هي مبطلطة الصوم؟ طي وهل النظر بشهوة والكلام بشهوة فيه نهار رمضان مع نزول سائل غير المني مش عارف يعني بيسموه ايه المزي تقريبا هل ده حضرتك يبطل الصوم؟ طيب خلينا بس نقول ان هذا هو عندنا اول حاجة بس اول حاجة المبطلات الصوم هو ان الواحد يدخل جوفه سواء بعمد او بغير عمد انه يدخل بجوفه يدخل عدم الامساك ده بيبطل بانه يدخل بشيء يدخل جوفه بالعمد يعني هو وضع اكل في جوفه متعمدا متعمدا يعني ايه هو عارف انه صايم واكل الاكل ده او حط الحاجة دي في جوفه وهو صايم سواء بقى كان شرب سواء كان اكل سواء كان مادة اي حاجة تدخل جوفك من المنافذ المفتوحة زي ماذا؟ زي الفم الفم منفذ مفتوح زي الانف كمان منفذ مفتوح زي كل دي منافذ مفتوحة بتدخل فيها ايه؟ بيدخل فيها للجوف ده يبطل حاجة التانية هو الامساك عن شاوتين ايه؟ البطن والفرج حاجة التانية ان اللي حضرتك ذكرته ده هناك من تشدد في ذلك وجعله ليس تشدد بمعنى ولكن هناك خلاف فقي يجعل اللي انت بتكلم عنه ده اللي انت مش عارف انت ما يستيز ازاي ما بين انه هو مز وليس مني انه لو نظر بشاهوة فانزل وهو كان هذا نظره متعمدا فده يبطل الصوم طيب ايه المفتوح به ان الانسان اذا نظر بشاهوة اذا نظر بشاهوة ويقصد بهذا بيقصد بهذا ان الوصول النظر ده انه هو يوصل لهذه اللذة فنزل منه المني يكون بذلك مفطرا ليه طيب يكون بذلك لانه ما حفظت على شهوة الايه؟ شهوة ده هناك بقى من يجعل ان المبطل هو الجماع المبطل هو الجماع وهذا ليس هو الاختيار ولكن الاختيار اللي انا ذكرته لحضرتك ده ترجمة نانسي قنقر